بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة السابعة المحاسبة عن السندات تقوم شركات المساهمة بإصدار السندات للحصول على الاقتراض أو لحصول على قروض من الغير لتمويل عملياتها وهذه القروض قد تكون طويلة الأجل يتم تجزئتها إلى وحدات صغيرة متساوية القيمة وقابل للتداول تسمى السندات بمعنى أن السندات هي صقوق مديونية تصدرها الشركات لدائنيها ويمكن تعريف السند بأنه تعهد مكتوب بدفع مبلغ معين في تاريخ معين في المستقبل بالإضافة إلى فائدة على القيمة الإسمية تدفع دوريا بسعر فائدة معين وهذه الفائدة تدفع سنويا أو كل ثلاثة شهور بحسب شروط العقد ويتم حساب الفائدة المدفوعة كالآتي أن القيمة الإسمية للسند في سعر الفائدة الإسمية وللسندات عدد من الأنواع وهي من حيث تاريخ السندات يمكن تقسيمها إلى السندات محددة الأجل والسندات متسلسلة الالتحاق السندات محددة الأجل تدفع مرة واحدة أما السندات متسلسلة الالتحاق تسدد على دفعات ومن حيث الضمان تقسم إلى السندات بضمان أحد أصول الشركة والسندات بدون ضمان وهناك أنواع أخرى من السندات السندات قابلة للتحويل إلى أسهم والسندات المضمونة عن طريق طرف ثالث والسندات الربحية والسندات الإسمية والسندات لحاملها إصدار السندات هناك مشكلتان أساسيتان في إصدار السندات تواجه شركات المساهمة مشكلتان أساسيتان عند إصدار السندات وهي الطريقة التي يتم بها إصدار السندات حيث قد تباع السندات عن طريق أحد البنوك والذي يضمن الاكتتاب ويتولى بيعها مقابل عمولة يحصل عليها من الشركة كما قد تباع السندات المصدرة مباشرة لأحد البنوك وفي هذه الحالة يكون البنك هو الدائن الأساسي للشركة بمعنى أن البنك إما أن يكون دائن أساسي للشركة باعتبار أنه يشتري هذه السندات أو أن يكون وسيط أن تباع عن طريقه هذه السندات والمشكلة الثانية تتمثل في تحديد سعر إصدار السندات حيث يتم تقويم السندات عن طريق السوق البورسة وعلى ضوء أسعار الفائدة في تاريخ الإصدار وعند الاكتتاب في السندات المصدرة يسجل القيد التالي من حساب البنك إلى حساب قرض السندات الاكتتاب أقل من عدد السندات المطروحة يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرر الاكتفاء بإصدار القدر الذي تم تغطيته من السندات ويلغى الباقي يعني إذا حصلت الشركة على الأموال التي تريدها يمكن أن تلقي باقي السندات وفي هذه الحالة يتم تسجيل القيد التالي بقيمة السندات التي تم الاكتتاب فيها من حساب البنك إلى حساب قرض السندات وذلك بقيمة السندات التي تم الاكتتاب فيها ويمكن أن يكون أنه يزيد الاكتتاب عن ما هو مطروح من السندات يمكن أن يقل عن السندات المطروحة ويمكن أن يكون يزيد الاكتتاب عن السندات المطروحة وفي هذه الحالة ينبقي رد الزيادة إلى أصحابها وإصدار سندات بما تم طرحه منها للاكتتاب مع مراد أن يتم تخصيص السندات بين المكتتبين بالطريقة المحددة في النظام الأساسي للشركة بمعنى أنه ترد هذه الزيادة إلى أصحابها بالطريقة المحددة فيها النظام الأساسي للشركة وعند تحصيل مبلغ الاكتتاب بما فيه الزيادة يسجل القيدة التالية الحساب البنك إلى حساب قرض السندات ويتم رد الزيادة لأصحابها ويسجل القيدة التالية من حساب قرض السندات إلى حساب البنك إصدار السندات بخصم إصدار يمكن أن يتم إصدار السندات بخصم ويحدث ذلك عندما يكون سعر الفائدة الإسمي أقل من سعر الفائدة السائد في السوق وقت إصدار السندات بمعنى أن سعر الفائدة الإسمي أقل من سعر الفائدة السائد في السوق واختصدار السناد مما يجعل الطلب على السندات الشركة أقل بمعنى أن سعر الفائدة الإسمي للسندات أقل من سعر الفائدة السائد في السوق وبالتالي أنه يكون الطلب على هذه السندات أقل وتؤدي وفي هذه الحالة يتم انخفاض أسعار السندات في السوق وبالتالي تقوم الشركة ببيع سنداتها بسعر يقل عن القيمة الإسمية وهذا الانخفاض يطلق عليه خصم الإصدار يعني خصم الإصدار وهو الانخفاض في القيمة الإسمية للسندات ويتم إثبات ما تقدم في تاريخ بيع السندات كما يلي من مذكورين حساب البنك وحساب خصم إصدار باعتباره طرف المدين إلى حساب قرض السندات ويصهر مصروف الفائدة في قائمة الدخب باعتباره من المصروفات وتظهر السندات وخصم الإصدار في جانب الحصوم حقوق الملفية في قائمة المركز المالي المعالج محاسي الفائدة في حالة وجود خصم إصدار وكيفية معالجة هذه الفائدة محاسبيا فعند استحقاق الفائدة المستحقة وسدادها في نهاية كل فترة يجي مراعاة أن مصروف الفائدة الذي يتم تسجيله يتكون من جزائهم هما مقدار الفائدة المدفوعة عن الفترة ومقدار استهلاق خصم الإصدار عن الفترة باعتبار أن هذا المصروف يتمثل في الفائدة المدفوعة واستهلاق خصم الإصدار وعلي يكون قيد اليوميا لازم لإثبات الفائدة كما يلي من حساب مصروف الفائدة إلى مذكورين خصم الإصدار وحساب البنك ويكون قيد معالجة مصروف الفائدة كالآتي من حساب مصروف الفائدة إلى مذكورين خصم الإصدار وحساب البنك ويمكن أن يتم إصدار السندات بعلاوة إصدار ويحدث ذلك عندما يكون سعر الفائدة الإسمي أعلى من سعر الفائدة السائد في السوق إما يزيد الطلب على سندات الشركة بعكساً له خصم الإصدار أن يكون الطلب على السندات أقل وهو في هذه الحالة أنه الطلب على السندات أكثر ويؤدي عندما يكون سعر الفائدة أعلى من سعر الفائدة في السوق يؤدي ذلك ارتفاع أسعار السندات في السوق وبالتالي أن تقوم الشركات يباية السنداتها بسعر يزيد عن القيمة الإسمية وهذه الزيادة يطلق عليها علاوة إصدار ويتم إثبات ما تقدم كما يليه من حساب البنك إلى مذكورين قرض السندات وعلاوة إصدار وهذا القيد على خصم الإصدار حيث أنه يكون من مذكورين حساب البنك وحساب خصم الإصدار إلى حساب قرض السندات وهو في هذه الحالة من حساب البنك إلى مذكورين قرض السندات وعلاوة الإصدار والمعالج المحاسبين الفائدة في حالة وجود علاوة إصدار يلاحظ هنا أن إجمال الفائدة المدفوعة يزيد عن إجمال مصروف الفائدة عن الفترة نفسها والفرق يمثل علاوة إصدار في تاريخ إصدار السندات ويكون قيد اليومي التالي من مذكورين حساب مصروف الفائدة حساب علاوة الإصدار إلى حساب البنك وهناك نفقات لإصدار السندات تمثل فيها تعاب المحاسبين القانونين والمحامين وغيرهم من الخبراء الذين اشتركوا في عداد قرض السندات وتكلفة طباعة السندات والإعلان عنها وهذه النفقات تعتبر تكلفة لاستخدام الأموال المقتردة وعليه يجب توزيعها على الفترة التي تغطيها أو تغطيها قرض السندات باعتبارها نفقات إرادية مؤجلة تحت اسم نفقات إصدار غير مستنفدة عن سندات أن يتم اعتبار هذه النفقات إرادات مؤجلة تحت اسم نفقات إصدار غير مستنفدة عن سندات ترجمة نانسي قنقر